هاي في مدربين في مصر كنت قاعد معه قبل كده وسألتهم بشكل شخص حتى على الهوى يعني قلتهم ليه ما عندكمش أخصائيين نفسيين في الفريق فأحدهما يعني قال لي ما أعرف أعمل الدور ده وأعرف أتعامل مع اللاعبين نفسيا وبعرف أتكلم معه وبعرف أحفزهم وسألتها كدارت منقشة أنه في الأول والآخر في متخصص يعني هو المتخصص يعني الدكتوري النفسي حتى وقت له الدكتوري النفسي ممكن يبقى فاهم كرة بس مش عارف يدرب لا لا كده كده اللاعبة تحب تسمع من المدرب حبيش تسمع غير من المدرب دي طبعا وجهات نظر لا ما عزينا سحح وجهات النظر لا هقول لها أجاوب حضرت فاضل بعض المدربين ممكن تكون فعلا عندهم هذين موهبة بس مش كل مدربين يعني مثلا من الخبرات ومن السمع ومن الواحد كان بيسمعه مثلا كابتن جوهر العظيم رحمة الله عليه كان الراجب كان بيعرف يحفز اللاعبة مضبوط ويعني سمعت له يعني كابتن شوبيه كان بيكلم قريب على المحاضرة اللي ألهالهم قبل ماتش هولندا وقال لهم ايه وحاجات زي كده لا الراجل فعلا هو فاهم وبيعمل ايه بس هل دي موجودة عند كل مدربين لا اعتقد يعني لا تتواجد بمشي بشكل شرطة من واحدة في الماء من المدربين ولكن حتى لو بقول انها موجودة في فرق ما بين الايه الشخص المتخصص وبيعمل الكلام يعني انت حددك سألتيني الحاجات كلها على الهوى قلتينيها تقول ايه انا دماغي حاضر وعارف انا هقول ايه وكل لعيب انا هقوله ايه يعني انا لو انا قعد مع حد لو قعد مع حد تاني نمط شخصيته بطريقة معينة هقوله ايه صح تمام صح فهنا ده هنا الايه ده هنا اللي بيفرق هو متصور طب خلينا نقول كده هو بيقول يعني المدرب اللي بيقول الكلام طب هو زمان كان فيه مدرب احمال لا كان مدرب هو اللي بيشتغل طب ليه دلوقتي حطه مدرب احمال صح طب كان فيه زمان سكاوتينج لا ما فيش طب ليه بيجيبين دلوقتي بحل الاداء طب تمام صح في بعض الان ده مش فيه اخصائي تغزاء هو ده كان موجود زمان برضه لا اه ما كانش موجود زمان يعني ندخل اكتر واكتر واكتر في الدول بر تلاقي بس هن جوه الجهاز الفني واحد بيدرب بس المهاجمين واحد متخصص للمدفعين واحد متخصص لرامة التماس في اللي بيقول واحد متخصص لرامة التماس طب هل دوت موجود لا طب ليه احنا ينوض حديثك حتى هتلاقي عندنا مثلا في الطب تلاقي الدكتور كاتب لك واقع خصائي كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا انت تروح برا تلاقي الدكتور بيعمل عملية واحدة يعني دكتور الجراح ده تمام مش دكتور قلب تمام لا ده دكتور القلب المتخصص في مثلا المترالي بس كده حاجة معينة المترالي بس بيعرف شغل كده هم هناك كده هالتخصصية انما احنا هنا بنعتبر انك انت لما تقول انا معرفش ازاي اقول انا معرفش انا بعرف اعمل كل حاجة انا بعرف اعمل كل حاجة صح وهو مش هيعرف يعمل كل حاجة عظيم وبعدين اقول الله حديك حاجة فضل حتى لو هو بيعرف يعمل كل حاجة هم هو ما بيبقاش عنده وقت هم هو في اوقات كتير ما بيبقاش عنده وقت صح صح وبيرمي الباقي الباقي تمام لما بيب يحتاجهم ببالله همش موجودين طبعا وهي بقى المشكلة اكبر كمان اذا عدت ما عدتش نمع عدتش مع الباقي اشتركوا في القناة